مرحبا مجددا في قناتكم التعليمية فيديو اليوم الذي اخترناه لكم هو تقوين تشخيصي في مادة التربية المدنية لسلاميذ السنة الثانية متوسطة وبدون اطالة لنبدأ مع فيديو اليوم الوضعية الاولى تقول التنوع الثقافي يتيح خيارات امام الشعوب للبناء والتشهيد واحد اعرف التنوع الثقافي نحن نعطي تعريف قصير للتنوع الثقافي وثانيا اذكر اربع ايجابيات او محاسن للتنوع الثقافي الوضعية الثانية صنف الامثلة التالية في الجدول الموالي رح نصنف الامثلة التالية في الجدول اللي عندنا اذا عندنا التظاهر الثقافية النازية الالمانية الرحلات والمعارض الابارتيت في جنوب افريقيا الروايات والمسرح والصهيونية رح نصنفها في الجدول التالية الجدول التالية يتكون من زوج خانات الخانة الاولى اللي هي وسائل تدعيم التنوع الثقافي والخانة الثانية اللي هي نماذج من التمييز العنصرية رح نصنف الامثلة اللي يعطيها لي الى سواء وسائل تدعيم التنوع الثقافي وسائل من خلالها نقدر ان ندعم التنوع الثقافي او الى نماذج من التمييز العنصرية يعني نموذج من نماذج تمييز الحنصرية أن تقلو للجزء اللي بعده أو الوضعية اللي بعدها الوضعية الثالثة تلعب المؤسسة التربوية دورا كبيرا في المجتمع كونها تعد أجيالا للحياة المستقبلية التعليمة اعتمادا على ما درست أجب عما يلي واحد عري في المصطلحات التالية لدينا هنا مجموعة من المصطلحات عندنا المصطلحات الثانية النظام الداخلي المؤسسة التربوية ما هو النظام الداخلي المؤسسة التربوية تكافؤ الفرص ما هو هذا النظام أو ما هي تكافؤ الفرص وثانيا حدد أهمية تكافؤ الفرص الأهمية انتحى معناها الإيجابيات أو المحسن انتحى الوضعية الرابعة ضع كلمة صحيح أمام العبارات الصحيحة وخطأ أمام العبارات الخاطئة وصحيحة لدينا ثلاثة عبارات راح نحط صحيح أمام العبارات الصحيحة وخطأ وإذا لقينا خطأ في أحد هذه العبارات راح نصحوها الدولة هي عبارة عن رقعة جغرافية ذات حدود معلومة أعيد الدولة هي عبارة عن رقعة جغرافية ذات حدود معلومة ثانيا يعملوا رئيس الجمهورية والوزير الأول على تلبية مصالحهم الشخصية رئيس الجمهورية والوزير الأول يعملوا باش يلبيوا المصالح التحم أو الاحتياجات التحم الشخصية صحيح أو خطأ وثالثا شعار الدولة الجزائرية هو الجمهورية الجزائرية الملكية الشعبية نركزوا شعار الدولة الجزائرية هو الجمهورية الجزائرية الملكية الشعبية صحيح أو خطأ ثانيا صنف الكلمات التالية حسب ما يناسبها في الجدول أن الجمعة تلك الكلمات سنصنفها في الجدول تعنا في زوج خانات الخانة الأولى هي رموز دول الجزائرية والخانة الثانية هي هوية الدولة الجزائرية نقرأ الكلمة التي عندنا أن النشيد الوطني العالم الوطني الإسلام دينونا الجزائر وطنونا خاتم الجمهورية الأمازيغية أيضا لغتونا الدينار الجزائري والعربية لغتنا سنصنفها سواء هل هي رموز دولة الجزائرية عبارة عن مجموعة من الرموز أو الأشياء التي تمثل الجزائر أو الدولة الجزائرية أو هوية الدولة الجزائرية ننتقل الآن إلى جزء الإجابة واحد تعريف التنوع الثقافي ما هو التنوع الثقافي؟ هو وجود ثقافة مختلفة وتكون في العالم أو في دولة ما ويتجلى ذلك في أشياء كثيرة مثل اللغات، الديانات، العادات والتقاليد التنوع الثقافي هو تنوع الثقافات يعني كل بلاصة أو كل دولة أو ولاية في منطقة ما أو حتى كل منطقة تكون عندها ثقافة معينة وما معنى هذه الثقافة؟ ثقافة تمثل أشياء بزاف مثل اللغات، مثل الديانات، العادات والتقاليد يعني كل بساطة تكون عندها لغة، تكون عندها ديانات، تكون عندها عادات وتقاليد مختلفة هذا هو التعريف التنوع الثقافي التنوع الثقافي هو ثقافات متنوعة إذن التنوع الثقافي هو وجود ثقافة مختلفة وتكون في العالم أو في دولة ما ويتجلى ذلك في أشياء كثيرة مثل لغات الديانات العادات والتقاليد ثانيا ذكر أربع إيجابيات أو محاسن للتنوع الثقافي تنوع الثقافي عندما نشوهم الإيجابيات والمحاسن نحن نذكر أربعة منها أولا مصدر للتبادل والتجديد والإبداع يعني هو مصدر نقدر من خلاله نتبادل مثلا الثقافات يعني نقرأه على ثقافة معينة والتجديد وأيضا الإبداع وتفاعل ثقافات بين الشعوب يعني الشعوب تكون متفتحة يعني أنه تتقبل ثقافات تدع الشعوب الأخرى والمناطق الأخرى وأيضا تنشيط الحيوية في المجتمع يعني ما تكون شكينا ثقافة وحدين تكون قدهن ثقافة قدهن عادة وتقليد قدهن لغة إذن أيضا تدعيم الوحدة الوطنية الوضعية الثانية الآن تصنيف الأمثلة التالية في الجدول الموالي عن نمج معامل الأمثلة سنصنفها إلى سواءنا وسائل تدعيم التنوع الثقافي يعني وسائل من خلالها قدرنا ندعم التنوع الثقافي أو نماذج من تمييز العنصرية يعني نماذج من نماذج تمييز العنصري عندنا أولا التظاهرة الثقافية يعني تنفيها كلمة الثقافية إذن أكيد هي وسائل تدعيم التنوع الثقافي أو وسائل نقدم خلالها ندعم التنوع الثقافي ثانيا لهي النازية الألمانية عندنا نماذج من تمييز العنصري ثالثا الرحالات والمعارض نقدر من خلالها أن نتعرف على ثقافات جديدة أو نحس معلومات جديدة على الثقافات إذن عندنا الرحالات والمعارض تعتبر وسيلة تدعيم التنوع الثقافي الأبرتيت في جنوب إفريقيا الأبرتيت في جنوب إفريقيا هو نماذج من تمييز العنصري الروايات والمصراحة هي وسيلة من وسائل تدعيم التنوع الثقافي والصهيونية هي نماذج من نماذج التمييز العنصري الوضعية الثالثة تعريف المصطلحات التالية لدينا هنا زوج مصطلحات المصطلح الأول وهو النظام الداخلي لمؤسسة التربوية ما هو؟ هو عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد التي تنظم الحياة والعلاقات داخل المؤسسة التربوية وشو النظام الداخلي لمؤسسة التربوية أو المدرسة عامة؟ هو عبارة عن مجموعة من القوانين وقواعد نقدر من خلالها أن نظم الحياة المدرسية أو العلاقات داخل المؤسسة التربوية يعني كل عضو في المؤسسة التربوية يكون عنده دورة الآن تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص هو تساوي الأشخاص في تحصيل حقوقهم مهما كان جنسهم أو مستواهم المعيشي أو مكان إقامتهم يعني كل شخص يكون عنده فرصة معينة أو يكون عنده حقوقه مهما كان الجنس نتعو أو المستوى المعيشي نتعو أو مكان الإقامة نتعو ثانيا حدد أهمية تكافؤ الفرص أحد كل أهمية نتحها أو عامة إيجابية نتحها يؤدي مبدأ تكافؤ الفرص إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا المساوات بين التلاميذ في المدرسة أو المؤسسة التربوية ويتيح للجميع نفس الحقوق وأيضا يفرض عليهم نفس الواجبات يعني جميع يكون عندهم نفس الحقوق وأيضا يكون عندهم نفس الواجبات ورابعا ينظم الأدوار بالمؤسسة رح ينظم الأدوار بالمؤسسة يعني كل فرد من المؤسسة أو المؤسسة التربوية يكون عنده دور معين الوظعية الرابعة الآن واحد ضع كلمة صحيح أمام العبارات الصحيحة وخطأ أمام العبارات الخطئة وصحيحها إنا هنا ثلاث عبارات راح نضع صحيحة أو خطأ قدام كل عبارة العبارة اللولة وهي الدولة هي عبارة عن رقعة جغرافية ذات حدود معلومة يعني عبارة عن مكان عنده حدود معلومة أو رقعة جغرافية هنا نقوله صحيح الآن يعمل رئيس الجمهورية والوزير الأول على تلبية مصالحهم الشخصية خطأ لأنه رئيس الجمهورية والوزير الأول يعملوا على تلبية مصالح المواطنين أو المصالح تحت الشعب ما شيء المصالح والإحتياجات تحتهم الشخصية ثالثا شعار الدولة الجزائرية هو الجمهورية الجزائرية الملكية الشعبية أيضا خطأ لأنه شعار الدولة الجزائرية هو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ديمقراطية وليس ملكية الشعبية إذن شعاره الجزائرية هو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ثانيا تصنيف الكلمات التالية حسب ما يناسبها في الجدول حيث نصنيف هذه الكلمات إلى رمز دول الجزائرية أو هوية الدول الجزائرية أولا النشيط الوطني هو أحد رمز دول الجزائرية يعني يمثلها مثلا كنقل قاسة من أنه هو أحد رموز دولة الجزائرية يمثل الدولة الجزائرية أو الجزائر العمل العالم الوطني نفس الشيء الإسلام وديننا هي هويتنا يعني جزء من هويتنا الإسلام وديننا الجزائر ووطننا نفس الشيء هوية الدولة الجزائرية خاتم الجمهورية هو أحد رموز دولة الجزائرية الأمازيغية أيضا لغتنا هي هوية الدولة الجزائرية الديناء الجزائري هو أكيد أحد رموز دولة الجزائرية والعربية لغتنا هي هويتنا أو جزء من هوية الدولة الجزائرية إذن هوية الدولة الجزائرية عندنا الإسلام وديننا الجزائر وطننا العربية لغتنا والأمازيغية أيضا لغتنا ونتحرى دائما اختيار حكم عميقة ومفيدة لباحثين وعلماء وعبا قراء فهم النفس البشرية والإنسانية حكمة سنالي اليوم هي أن نقدو أمر نستطيع تفاديه بسهولة بأن لا نقول شيئا وأن لا نفعل شيئا وأن نكون لا شيء وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم شكرا سلام